السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله معكم من سأحمد تكمل إسراء السرشادية خاصة بريضيات صفتة التنوي المنطقة الشرقية وصلنا للسؤال الرقم 47 سؤال 47 سؤال 47 يقول إذا كانت جت ألف تسوي تلت حيث ألف زوية حادة فإن جت ألف تسوي وأعطيك الخيارات خير نوضح الكاميرا مع الشي كويس هنا جت ألف عندي لها ثلاثة قوانين نحن نبه جت ألف عندي لها ثلاثة قوانين القنون الأول اللي هو عبارة عن شي اللي هو جت ألف تسوي جت ألف ناقص جت ألف هنا يجبرني أني نطلع على الجا لأنه عندي جت ألف عندي جت ألف فهذا القانون يجب أن نطلع على الجا دعونا نخلوه على جنب القانون الثاني اللي هو جت ألف تسوي واحد ناقص تنين جا تربيع ألف نفس الشي القانون هذا يجبرني أني نطلع على الجا وانا ما بيش نديرها هذه بدأ بيه ناخد حاجة سهلة القانون الثالث جت ألف ما بيساوي يساوي تنين جت تربيع ألف ناقص واحد وانا عندي جت ألف إذن بمكاني نعوض في القانون الثالث لأنه عندي جت ألف مباشرة ناقص واحد عوض بقيمة الجت هنا إذا نتولي تنين في النص تربيع ناقص واحد ناخدوا الآلة الحاسبة تنين في شنين في الثلاث تربيع ناقص واحد إنها تشي ساوي ناقص سبعة على تسعة اللي هو أم خيار اللي هو الخيار رقم ألف ناقص سبعة على تسعة وهذه هي جابت سؤال ننتقلوا السؤالي بعدها حنستعملوا فيه للحاسب أيضا قال لك تمام السؤال 48 يقول واحد ناقص ضا عشرين على واحد زائد ضا عشرين في صورة نسبة مثلثية ثلاثية وحيدة تساوي ألف ضا خمسة وستين با ضتا خمسة وستين جيم ضتا خمسة وعشرين دال ضا خمسة وثمانين فنحن بنعوضوا هذه بلالة الحاسبة ونشوفوا أما قيمة متساوية من هذه الأربعة هذه أبسط طريقة للحل ناخدوا للحاسبة طبعا واحد واحد نعوضوا قيمة واحد أو خلني اقربة هنا للحاسبة هنا واحد ناقص ضا عشرين على واحد زائد ضا عشرين وتشوفها شن تساوي ودير يساوي طلعت القيمة هذه ناتجة هو واحد ناقص ضا عشرين على واحد زائد ضا عشرين يساوي سفر فاصلة أربعة ستة ستة ثلاثة كويس ما نحن نبو أما هي من هذه تساوي هذه أما هي هذه تساوي هذه إذا ضا خمسة وستين تساوي 2.14 إذا ما هيش ضا عشرين ضا عشرين عبارة عن شنة؟ عبارة عن واحد ما فيش فلا حاسبة ضا فضا هي عبارة عن واحد على الضا اللي هي واحدة على التان تان خمسة وعشرين تطلع 2.14 أيضا ما هيش القيمة هذه بعدين ضا خمسة وثمانين تطلع تحلاش فاصلة تاتة واربعين ما هيش القيمة هذه نشوفوا الضتة خمسة وستين الضتة خمسة وستين عبارة عن شنة؟ الضتة عبارة عن واحد على الضا والضا هي عبارة عن تان واحدة على الضا خمسة وستين إذن هي القيمة متاعتنا إذن إجابة هي باء أو جاوبناها بلا لحاسبة مش تبقى نجاوبكم بلا لحاسبة هذه إجابة بلا لحاسبة كويس ننتقل للسؤال لقم تسعة واربعين سؤال لقم تسعة واربعين جا تلاتة ألف بدلالة جيب الزاوية الفريدة ألف تساوي ألف تلاتة جا ألف نقص أربعة جا تكعيب ألف با ثلاتة جا ألف زائد أربعة جا تكعيب ألف جيم أربعة جا ألف ناقص ثلاتة جا تكعيب ألف دال أربعة جا ألف زائد ثلاتة جا تكعيب ألف نفس الشي بجواب للا لحاسبة نفرض إنه ألف هنا نفرض أن ألف ماذا بي تكون زاوية صغيرة ولتكون ألف خمستاش نفرض أن ألف خمستاش نفرض أن الزاوية ألف تساوي خمستاش إذا جا 3 في الخمستاش تساوي جا 3 في الخمستاش هو 45 نشوفوا جا 45 شي يساوي جا 45 يساوي جدر 2 على 2 بعدها جا 3000 التي تساوي عند الزاوية هذه تساوي جدر 2 على 2 1000 فرضناها ب15 تماما نعوض بقيمة 15 في كل واحدة منهم كويس ونشوفوها أما هي تساوي جدر 2 على 2 دعونا نأخذ جدر 2 على 2 دعونا نأخذ جدر 2 على 2 أول واحدة جا 15 نقص 4 جا تكريب سين 15 تساوي جدر 2 على 2 إذا الإجابة الصحيحة هي 1000 تساوي جدر 2 على 2 نمشي اللي بعدها بش نقول بش نشوفو بها هي 3 جا 15 زائد 4 أفتح قوس جا 15 لكل تكريب رأيت مها هي بها انتها نمشي اللي جيم بستو مقام مما بستو مقام بها فارغة جا 15 ناقص 3 في جا هم هي جا تكريب فننفح قوسه هنا بش نضينا تكريب ساين خمستاش لكل تكعيب نفس الشي ما هيش نفسها آخر واحدة اللي هي أربعة ساين خمستاش زائد ثلاثة نفتح وقوس شندرت هنا ساين خمستاش زائد ثلاثة نفتح وقوس لنا تكعيب في الساين خمستاش لكل تكعيب ما هيش نفسها إذا الإجابة الصحيحة هي شني إجابة الصحيحة هي ألف أو نعوده ألف من جديد ثلاثة ساين خمستاش ناقص أربعة نفتح وقوس ساين خمستاش لكل تكعيب اللي هي جدت نين على تنين كيف ما عنا هنا جدت نين على تنين كيف ما تشبه فيها إذا الإجابة صحيحة هي ألف وهكي نكونوا تمينا السؤال رقم رقم كده السؤال هو رقم تسعة واربعين ما زال مية سؤال إن شاء الله بيوفقنا في تكميل هذه الأسئلة على خير إن شاء الله فنشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسعة ورحمة الله وبركاته